وينضم إلينا من واشنطن الأستاذ إلي يوسف الباحث بالشؤون الأمريكية أستاذ يوسف ألم بك معنا ترامب لازال يشكك بنزاهة هذه الانتخابات برأيك إلى أين يمكن أن تصل هذه المعركة القانونية وبما تنذر الفترة الانتقالية تحية لك والمشاهدين طبعا تصريحات بايدن التي حاول فيها أن يطفي أو يعطي أجواء من الطمأنينة بالنسبة للأمريكيين عموما ولمناصريه والديمقراطيين بشكل خاص ليس بالضرورة تعكس حقيقة الوضع الحالي التي تعيشها للولايات المتحدة هناك الكثير من التوتر وخصوصا بظل التصريحات العديدة التي لا تصدر فقط عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن عن آخرين في إداراته وأيضا من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري لكن اللافت كان تصريح الوزير بومبي ووزير الخارجية الذي قال بأن يتوقع أن يكون هناك انتقال سلس للسلطة في ولاية لفترة ثانية لرئيس ترامب ولكنه عاد وصلح هذه التصريحات لولاية ثانية لترامب وبالتالي لكن عمليا بايدن لم يصلح حها ببساطة كان يبتسم خلال المؤتمر الصحافي عندما سئل عن هذا الموضوع طبعا هي قد تكون إما سقطة في الكلام أو أيضا مقصودة لكن هذا يعكس طبيعة المناخ الذي تعيش به الولايات المتحدة الآن لأن أيضا جاءت أخبار إضافية بأن البيت الأبيض طلب من كل الإدارات الفيدرالية أن ترسل مشاريعها لموازنة العام المقبل وهذا أيضا كان مفاجئا للعديد من الوكالات الحكومية لأن هذا الموضوع يفترض أن ينتقل إلى الإدارة الجديدة فكل هذه العوامل تساهم بإضفاء المزيد من التوتر ومن حالة القلق والترقب التي تعيشها كل المؤسسات الأمريكية في هذه الآزة هل هذا الأمر قد يتحول إلى ما هو أسوأ من ذلك حتى الآن طبعا لا يمكن تنبؤ بما هي بدات الفعل طيب ترامب دعب إلى الآن وإلى أين قد تصل هذه الأمور نعم ترامب بدأ في هذه المعركة القانونية ونعلم يعني أستاذ يوسف أن معظم القضاة أو دعنا نقول تلثي القضاة في المحكمة العليا هم من المحافظين هل يمكن أن يحكموا على أسس أيديولوجية أم أن هذا الأمر مستبعا يعني دعينه فقط أوضح أن الوصول إلى خيار المحكمة هو آخر خيار وهو مسار أيضا طويل يعني ليس ليس مبسطا بالمناسبة يعني لكي يصل الأمر إلى المحكمة العليا على القطوات التي تسبقها أن تنتهي بشكل فعلي وأن يستمر الخلاف لكن في ظل اقتناع العديد من سواء الهيئات القضائية الوسطى أو حتى المسؤولين بأن لا دلائل حسية حقيقية بحصول هذا النوع من التزوير إذا صح التعبير أو المخالفات التي شابت العملية الانتخابية يمكنها أن تقلب النتيجة التي تم التحقق منها بالمناسبة حتى هناك بعض الولايات أيضا يجب أن تنتهي أو ينتهي فرزها حتى هذه اللحظة لم ينتهي فرزها فقد أيضا يعني تعزز موقف بايدن بهذا الموضوع لكن وصولنا إلى المحكمة العليا أنا لا أعتقد ولا أحد يعتقد هنا في الولايات المتحدة أن المحكمة يمكن أن تحكم حتى لو كان غالبيتها من المحافظين أن تحكم وفق أسس أديولوجية إذا كان أمامها معطيات قانونية حقيقية أما إذا كان هناك تشكك أو تشكيك فعلي بأن ما جرى هناك يطرح علامة استفهام في هذه اللحظة أو في هذه الحالة يمكن أن يتغلب الحس الإديولوجي على أعضاء المحكمة لكن هذا الأمر ليس بهذه البساطة يعني ترامب أحدث انقساما داخل المجتمع الأمريكي وهذا الانقسام وصل حتى إلى الحزب الجمهوري اليوم الذي هو منقسم كيف تتوقع أن يستمر هذا الحزب الجمهوري؟ هل ترامب يمثل الحزب الجمهوري؟ أمن الحزب الجمهوري أيديولوجيا مختلفة عن ترامب نفسه؟ يعني كان بودل يعني طبعا واحد يعني كان ممكن واحد يقول كلام غير هذا الكلام اللي ممكن تسمعي لكن الآن الحزب الجمهوري فعلا هو حزب ترامب يعني كل أعضاء أو كل قيادات هذا الحزب في هذه الفترة إما تقف صامتة أو يعني تدعمه أو تعرضه بخجل ما عدا بضع شخصيات يعني على رأسين ميت رومني وأيضا يعني بعض القادة الآخرين لكن بشكل عام هذا الحزب الآن هو حزب ترامب ويعتبر بأن نجاته ونجاحه في المستقبل في أي انتخابات سواء كانت على مستوى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو على مستوى الرئاسة مرهونة بقدرته على أن يكون حزبا فعلا يمثل هذه الحالة التي شكلها ترامب هناك ما يتحدث عن تكرار تجربة ريغانية لكن هذه نرى باسم ترامب طبعا يعني هذا لا ينتقس من أهمية هذه الصفة أو لا ينتقس من أهمية الرئيس ترامب لكن إذا كنا نتحدث حزبيا هذا الأمر يعني يضعف الحزب ولا يقويه لأنه يكشف بأن هذه القاعدة التي يعني بدلا من أن تصطف وراء قضايا تحكم كل المجتمع الأمريكي هي التنحاج نحو قيادة محددة شخصية يمثلها ترامب وبالتالي هذه القيادة قد تأتي وتذهب لكن هناك قيم أساسية يجب وينبغي الحفاظ عليها هذا هو الموضوع الذي يطرح تساؤلا عن مستقبل الحزب الجمهوري في الفترة المقبلة شكرا جزيلا لك من واشنطن الأستاذ إلي يوسف الباحث في الشؤون الأمريكية